بأي طريقة نجح هذا الشاب السوري في التوصل إلى تلك التقنية الأحدث من نوعها في العالم؟ وماذا سيكون موقفه بعد أن وضعته شركات دولية على رأس قوائم المطلوبين للتوظيف في مناصب ذات رواتب خيالية؟ وهل تتدخل جهات رسمية لتبني اختراعه؟ في كل يوم يثبت الشباب السوريون قدرتهم على إحداث أثر إيجابي في مجتمعاتهم ويبدو أن التحدي خلق لديهم روح الإصرار وضعف عزيمتهم إلى قدر نافسوا فيه نظراءهم في أكبر الشركات الدولية مشكلة الإنترنت انقطاع متكرر في العديد من المناطق السورية يصعب الوصول إلى الخدمة ويرفع تكلفتها على العديد من السوريين بينما هم لا يريدون تلك الخدمة رفاهية إنما يتواصلون مع أقربائهم بالخارج عن طريقها شاب سوري أتعبه انقطاع الإنترنت مثل آلاف الشباب من أبناء جيله إنه عبد الرحمن الأشرف عبد الرحمن قرر أن يفكر في طريقة بديلة للتواصل من دون حاجة إلى استمرار خدمة الإنترنت التي يتم توفيرها عبر الأقمار الصناعية الاختراع الذي توصل إليه عبد الرحمن الأشرف وضعه على رأس قائمة اهتمام كبريات الشركات العالمية المعنية بالتقنية إما لضمه إلى صفوفها أو لشراء أفكار ذلك الاختراع الفريد من نوعه وبدأت من بعد ذلك الاختراع تنهال عليه الدعوات لحضور حفلات التكريم التي تنظمها المؤسسات المعنية بالتكنولوجيا على مستوى العالم تعتمد فكرة الاختراع الذي توصل إليه الشاب السوري على توفير طرق بديلة للتواصل والاتصال من دون الحاجة إلى الإنترنت من خلال معادلة السلاسل البشرية المترابطة التي تنتقل إليها الرسائل بطريقة متتالية إنها معادلة التكافؤ الاتصالي التي تعتمد على تطبيق خاص توصل إليه المخترع السوري ذلك التطبيق يوفر فرصاً أكثر عملية للتواصل بين البشر خصوصاً في مناطق النزاعات وبؤر التوتر التي تتعرض لأحداث صعبة نتيجة الزلازل والبراكين لن تصبح الأقمار الصناعية الطريقة الوحيدة التي تضمن تواصل البشر بعد الاختراع الذي توصل إليه عبد الرحمن الأشرف ولو أن المدينة يسكنها خمسون ألف إنسان وتم تحميل تطبيق التواصل بدون إنترنت على سبيل المثال لدى خمس سكان هذه المدينة فقط سيتمكنون من التواصل بل وتبادل النصوص والرسائل وجميع الطرق التي تضمن لهم تواصلاً مجانياً دون إنترنت فقط لن يكون مطلوباً من سكان هذه المناطق سوى تحبيل التطبيق على أجهزة المحمول والحواسيب اللوحية ومن ثم يبدأ تبادل المعلومات والبيانات فيما بينها بسلاسة ويسر تتزايد الشبكات التي تعتمد على تلك التطبيقات فيضمن العالم بدائل للتواصل فهل سيوافق المقترع السوري على العروض المقدمة إليه من الشركات الدولية؟